اشتركوا في القناة البرنامج وايضا مع موضوع جديد يهمنا جميعا هذا الموضوع لطالما حذرنا منه ربنا تبارك وتعالى ولطالما حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم وهو المتعلق بوسوسة الشيطان ولذلك كانت الوسوسة من اخطر الامراض القلبية التي ترد على الانسان والاستسلام لها من اعظم ما يضيع على الانسان حقيقة كثير من الخير بل يوقعه في كثير من الشر إذا هو استسلم لها لهذا نحن في سورة الناس الله عز وجل يأمرنا بالاستعاذة من وسوسة الشيطان قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسوسة الخناس الذي يوسوس في صدور الناس وهذا المراد به الشيطان لذلك الوسوسة باب إذا فتح فإنه لا يغلق والوسوسة ليس لها صورة واحدة لذلك الشيطان يوسوس للانسان بطرق كثيرة يأتيها أحيانا من باب الإغواء يأتيها أحيانا من باب التشكيك يأتيها أحيانا من باب التقنيط والتحزين يأتيها أحيانا من باب الإغراء يأتيه من صور كثيرة جدا لذلك عداوة الشيطان للإنسان عداوة مستمرة لأن الله وعد الشيطان بأن يبقى إلى يوم المعاد قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين لذلك الله عز وجل أعطى الوعد لهذا الشيطان ليبتلي أيضا عباده سبحانه وتعالى وينظر كيف يتعاملون مع هذا الشيطان الذي هو أكبر أعداء بني آدم ولذلك الله جل وعلا لما أبقى هذا الشيطان وبيّن خطره في مقابل ذلك أيضا بيّن لنا المخرج كيف نتعامل مع هذا الشيطان وكيف أيضا نحاول أن ندفع هذه الوسوسة بالطرق الشرعية والوسواس خواني الكرام أخطره هو وسواس العقيدة وسواس العقيدة هو الوسواس الذي يكون فيه تشكيك الإنسان بربه تبارك وتعالى فيه أيضا جعل هذا الإنسان يشك في هذا الكون ولهذا كثير ممن استجاب لداعي الشيطان وقع عياذا بالله تعالى في الإلحاد وقع عياذا بالله عز وجل في التشكيك وقع عياذا بالله في التكذيب وقع اليوم في التأثر بمقالات غير المسلمين من الكفار الذين يريدون أن يحرفوا الإنسان والمسلم عن دينه ولذلك لو أن الإنسان عرف كيف يتعامل مع هذا الوسواس وهذه الوسوس المتعلقة في العقيدة لصار له بذلك المخرج الصحابة رضي الله تعالى عنهم جاءتهم الوسوس في العقيدة ولهذا قالوا يا رسول الله إن أنفسنا تحدثنا بأمور لو تكلمنا بها لا أطبقت علينا السماء وفي رواية لا تخطفتنا الطير فقال عليه الصلاة والسلام يقصدون الكلام والوسوسة والشك في ذات الله عز وجل الذي أتاهم الشيطان من هذا الباب فقال أَوَ قَدْ وَجَدْتُمْ ذَلِكْ قالوا نعم فقال عليه الصلاة والسلام ذاك صريح الإيمان وفي رواية ذاك خالص الإيمان فلم يسجرهم ولم ينههم ولم يقول والله هذا الأمر كفر لأنه عرف بأن الشيطان يدخل الإنسان من هذا الباب لكن المخرج ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في ذات الحديث قال ذاك الشيطان يأتي الشيطان وحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله فإذا جاءه ذلك فلينتهي وليستعد بالله عز وجل من الشيطان وفي بعض الروايات قال فليقل آمنت بالله ورسله وفي بعض الروايات قال فليقرأ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يوند ولم يكن له كفوا أحد هذا مخرج ذكره صلى الله عليه وسلم في باب واحد من أبواب الوسسة المتعلقة في العقيدة هناك صور أخرى سأتكلم عنها إن شاء الله تعالى بشيء من التفصيل بعد هذا الفاصل مرحبا بكم أخواني وأخواتي وعودة لما كنا قد تحدثنا عنه في قضية الوسوسة وذكرت الوسوسة المتعلقة في العقيدة ومن صور الوسوسة الوسوسة المتعلقة اليوم في قضية النية وهذه الوسوسة بابها لا ينتهي يأتي الشيطان بعض الناس يقول أنت ما نويت أن تصلي بعد ما يصلي وربما في أثناء الصلاة والله أنت ما نويت أنك تغتسل ما نويت أنك اليوم تتوضى ما نويت أنك تطوف فيدخل في باب النية اليوم في تشكيك الإنسان فيها حتى يجعلها ينقضي يخرج من صلاته ويترك طهارته ويعيد مرة ثانية الوضوء ويعيد مرة ثانية الغسل ويعيد مرة ثانية الصلاة ويفعل معه في المرة الثانية نفس الشيء والثالثة نفس الشيء إلى ما لا نهاية أيضا هناك الوسوسة المتعلقة في قضية الطهارة بعض الناس يدقق اليوم في قضية الطهارة والله ربما هذا المكان ما جاه الماء أو في شعر هنا على اليد ما دخل إليه أو في مكان مثلا بعد الأذن أثناء الغسل ما دخل ويبدأ ينقب عن أشياء دقيقة يجعل هذا الإنسان في حيرة دائمة مستمرة الأمر الثاني أيضا الوسوسة المتعلقة في الصلاة شكك اليوم أنك ما صليت أنك لم تقرأ الفاتحة نطقا صحيحا أنك والله ما كبرت ما خرجت كلمة الباء مثلا وهكذا إلى أن يجعل في كل مرة يخرج من صلاة حتى ربما بعضهم يعيد الصلاة الواحدة عشرات المرات ويعيد الطهارة الواحدة عشرات المرات هذا كل من الوسوس الشيطانية التي يدخل فيها إلى ذلك الإنسان أيضا الوسوسة الطلاق وما أكثرها يوهم بأنك طلقت لما قلت الكلمة الفلانية أنت قاصد طلاق الزواجة فيعيش مع زوجته في حالة من الأرق والقلق والاضطراب والوسوس والشك حتى ربما يشكك حتى في أولاده وفي نسبهم إليه وفي صحة زواجه وهذا ما أكثره للأسف الشديد ما هو المخرج هذا الذي نريد أن نتكلم عنه أول أمر أن تدعو الله أن يخلصك من وساوس الشيطان الأمر الثاني الاستعاذة المستمرة منه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إلى غير ذلك أيضا الاعتصام الله عز وجل الاعتصام بربه تبارك وتعالى دائما أعوذ بالله قل أعوذ برب الناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أنت تعتصم بالله عز وجل أن يخلصك من وساوس الشيطان كثرة قراءة القرآن كثرة ذكر الله عز وجل تضيق مجال الشيطان هذه بلا شك أنها من أعظم ما يضيق مجال الشيطان هو كثرة ذكر الله عز وجل لأن الشيطان إذا ذكر الله نخنس و أيضا ضعف لا يستطيع أن يتحرك و لذلك تجد الشيطان مع المعرض عن الذكر المعرض عن الصلاة أقوى في تسلطه عليه من الإنسان الذاكر لله عز وجل لهذا لما سؤل بعض الصحابة ما بال اليهود لا توسوس في صلاتها قال وما يفعل الشيطان بالبيت الخرب يعني كأنه يقول هؤلاء اليهود الشيطان انتهى منهم لك يريد الآن أن يشكك في عبادة المسلم أيضا الاشتغال بالنافع من أمر الدين والدنيا يجعل الإنسان يبعد عن التفكير دائما الفراغ قاتل يفتح باب الوساوس الشيطانية فلذلك كل ما اشتغل الإنسان بالنافع كل ما بعد عنه ذلك الشيطان أيضا الاكثار من الطاعات والقربات ليس الواجبات فقط بل حتى المستحبات لذلك الشيطان إذا رأى الإنسان مداوم على الطاعة مل ما يستطيع أن يقاوم معه يقول حسن البصري في عبارة جميلة لعله أختم بها قال إن الشيطان إذا رأىك مداوما على طاعة الله ملك ورفضك وإذا رأىك مرة هكذا ومرة هكذا طمع فيك هذا طبيعة الشيطان كل ما شاف إنسان مستقيم عسر عليه أن يؤثر فيه لكن والله يوم الأيام يترك الصلاة في المسجد وبعدين يترك الرواتب ويفرط في السنن وهكذا حتى يدخل عليه هذا الشيطان من هذا الباب لذلك نتعامل دائما مع هذه العبادات على أنها كلها مطلوبة وإن لم تكن كذلك الواجبات مطلوبة نعم لكن أيضا المستحبات مطلوبة حتى نحفظ الواجبات ونقي أنفسنا من وساوس الشياطين ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وياكم العلم النافع والعمل الصالح وألقاكم بإذن الله مع حلقة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا